السلام عليكم ومرحبا بكم معي فيديو جديد على قناتكم دار الكرم نتمنىكم تكونوا جميعا بخير وعلى الف خير اليوم شاء الله كيف معوتكم دائما سهل والبسيط واللي كيتحضر بسرعة كبيرة وبمكونات بسيطة اللي هي عندكم في البيت وكذلك اللدة كتجي يا سلام إذا هنتم ما كتشوفوا معي فاليوم شاء الله قد نحضر معاكم هاد البريوش هادا فكيجي خفيف زوين لديد ورائع بمكونات اللي هي بسيطة بسيطة وكيتوجد بطريقة سهلة كيتشوفوا بلا دلك بلا تكوار بلا حتى شي حاجة يعني كتقطعوه مرة واحدة وكتطيبوه مرة واحدة اذا نبقى ان شاء الله مع المكونات وطريقة التحضير اذا بسبب المكونات غنحتاجوا واحد نصف كأس ديال السكر الخاشين كيف كتشوفوا سكر سنيضة نصف كأس الكأس اللي غتاخدوه بين المقادير خدوه بنفس القياس يعني ماشي مشكتش حال ما كان الحجم دياله هنا عندي الكأس عادي ديال العنبة خديس كأس ممترئ ديال الحليب ثمانين جرام ديال الزبدة يعني واحد ملعقة كبيرة اللي ممترئة بالزبدة الزبدة هنا بحرارة المطبخ يعني ما غادي ندوبها متى شي حاجة غير مدى ديالش تلاجة وعندي بيضة واحدة يعني المقادير هي في متناول كل شي انه يخدمها وكذلك بالنسبة الحليب اللي ما عندوش يعني يبغي يديرها فممكن انكم تعودوا بكأس الحليب بكأس ديال البرتقال ولا بكأس ديال الماء كذلك غيكون واحد شي شوية دافية يعني ماشي بارد بزاف وماشي سخون غي شوية دافية بحر كيف كنعجنو به اذا كأس ديال السوائل نصف كأس ديال السكر وكيف شفتوا معايا البيضة واحدة والزبدة اذا فغلي نخلط المكونات مع بعضهم زيد عليهم ملعقة كبيرة ممترئة بخميرات الخبز اذا دبا كيف كتعرفوا الحال بارد فغلي نعمر الملعقة مزيان بخميرات الخبز نخلط المكونات كاملة ممكن ندروا طريقة اخرى اللي هي سهلة اذا نشمع كل شي في المكسور ممكن نخلط محتى شي حاجة نخلط الزبدة مع البيضة مع الحليب الخميرة كذلك وكنخلط كل شي في المكسور فكيجيني هكذا بحر العاصر سائل نخلط محتى شي حاجة نضيفه الطحين الدقيق الابيض نضيفه بشوية بشوية وحنا كتجمع عجينة ديالنا باطراف الاصابع اذا بنسبة الكمية الطحين كتبقى على حساب النوعية الطحين اللي عندكم وكذلك على حساب حجم البيضة اللي لسا عملته كبيرة متوسطة اذا تقريبا تقريبا فاش كان بدا نعملها يعني كيكون عندي واحد خمسمائة جرام ديال الفورس اذا ما كنحتاجوش كامل كيب قديم منوش شوية نص كيلو ديالفورس اذا كان قدير بشوية بشوية حتى كتجمع ديالعجينة ما كتجيش قاصحة وما كتجيش جارية اذا انتو ما غتشوفوا معايا القوام ديالها اذا قد تجمع بحل هكده كيف كتشوفو خاصة تبقى خفيفة بشجير طبا وزوينة ومهوية من الداخل صافيفة نجمع بحل هكده بشوية ديالطحين صافي هيا بعد ما جمعت فكار رجع هل نفس الاناء اللي عجنت فيه ممكن تعجنوها كذلك في الكوكوت تخلطوها وتسدوها كده بصفارة وتخلطوها باش ضغية خمر ولا هكده في اي حاجة عجنتو اذا ندهنت بشوية زويته وحطت العجينة ديالي ونغطي عليها بلاستيك وهنا حطيتها في واحد طنجرة هكده ماشي حطيت العجينة حطيت هاد البول اللي عجنت فيه حطيته في واحد القاملة اللي فيها المسخون من الاسفل يعني ذيك الحرارة ديال المسخون ماشي سخون ضغية سهلت عملية الاختمار اذا ممكن انكم فاش تديروا هكده في شي حاجة باش تحسى واحد الكاسرونة ولا شي حاجة اللي فيها المطيب باش كاس بقسعة السخونية اللي لجينة ديالنا فبسرعة كتخمر يعني في نصف المدة اللي غدي نحطوها فيها صافي غير واحد شوية لقيت انها خمرات لي مزيان مزيان اذا نحاولو انكم تغطيوها جيدا بلاستيك الغدائي وكدلك بشي من ديال هكده بالفوق تقلو عليها شوية باش تخمر لكم ضغية صافي كيف شتو معي بعد ما لقيتها خمرات فكن ناخدوها هكده كرشو مكان العمل بشوية ديال الطحين وكنبسطوها اذا حاولو ماء مكان ترقوش حال مرققتوها حال مجات افضل اذا ممكن ترقوه كتر من هالشي هنا كيف كتشوفو انا سرح تبحل هكده يعني جاتب حجم كبير اللي سبارك الله غديلي لديه واحد الكيمياء كبيرة من هاد البريوش اللي عندنا اذا فكي جزوين من السم رائع بأحلى مضاق اذا بنسبة العجينة ممكن تدرو فيها شوية القشور ديال الليمون ولا ديال الحامض كيف ممكن تعوضو بهادي بواحد الكيز ديال سكر الفانيلا انا مدرت لا ليمون لحامض لانني هنا غدي نكتر من قشور الليمون اذا ممكن انكم تدرو محتفل عجينة فكيضو واحد نسمة اللي هي زوينة بساف اذا احنا الحوشوة كتبقا اختيار يدير اللي بغيتو انا هنا انتم ما غاتشو معي الحوشوة اللي هي بسيطة بساف وغادي جوجو نكهات مختلفين اذا قديت واحد البرتوقالة كبيرة من الحجم الكبير وحكيت القشور ديالها كاملة وحكيتها وحكيتها فوق العجينة وكذلك كان عندي واحد شوية زبيب على اليسار وشوية الشكلات على اليمين اذا اي حاجة عندكم ممكن انكم تقضيو بها اذا اخترت جوجو النكهات فدرت شوية زبيب شوية الشكلات ممكن تديرو غير حاجة واحدة احنا غير باش يجي شوية تنوع شوية الاختلاف فكنا نخدو هكذا شي قطعة ولا شي موس اللي يكون ماضي وكنا نخطعو به العجينة هكذا بشكل طوالي كيف كتشوفو كنديرو رقيق باش بلا ما نقرس محتى شي حاجة غير غادي الرولي ونحط حالثو من بعد ما كنخطع فكنروليها بحال هكذا وحال ما كانت ترقيقة كتكون افضل إلا ما كانتش رقيقة فانا كندير وانا كنجر كنتيريها باش كتترقاق وتجي مروليها مزيان صافي فهاية كتجي ساهلة بسيطة في لحظة كتوجد والاهم من ذلك انها اقتصادية ساهلة مهلا ممكن انه يحضرها في البيت وكتعطي كمية كبيرة اذا هذا هو الشكل ديالها فكيجي رائع زوين فلاحظو الشكل والاهم بسيطة طيبة خلصة حين سيكون قمت بتخفش ممكن انه نغيره الطريقة بسيطة نغيره شكل فكتجيب حال سوي فحوالوا بحاجة مكتب لأنه لا يساعدوا مباشرة كي يجو مختلفين فنجي بحل هكذا طابعة على شكل وريدة كتجي غزالة حسن بعد ما كتطيب هانتو ما اما تدلوا بحل هكذا ساهلو بسيطة هكذا ولا تخالفوا واحد شوية كي يشوتوا معي باش يجيش شكل مختلف اذا صافي كنستمر هكذا حتى كنكمل كل هالكمية اللي عندي ونجيب حدية واحد الطعوة اللي غد يدخل الفرن والفرن في هاد الاتناء راني مشعلها قبل اذا ملي بديت هكذا كنصيب شعلت الفرن حدايا لان هاد شي مغي يكلفنيش وقت بسرعة كي يوجد في لحظات والفرن خصو شوية يسخون على الاقل واحد عشر دقيق حسن ربو ساعة يسخون مزيان مزيان عاد كندخلو له البريوش دينا اذا الفرن ندرتو يسخون من تحت ومن الفوق شعلت عليه واحد طريقة سهلة وبسيطة سبق لي وتقاسمتها معاكم من قبل اذا دابا باش ما غاليش نتسنى عليه انه يختمر مرة اخرى فغادي غير نكمل ونحط طاوة ديالي فوق الفرن من هالفرن كيسخن وف نفس الوقت فالبريوش كيطلع حتى هو بديك سخونية ديال الفرن فبسرعة كيطلع واحد عشر دقيق فكيكون انه يطلع مزيان 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 اذا بنسبة الطاوة مدهنتهاش غير فرشت فيها ورق الطبخ كيف شتو معايا صافي السمريت بنفس الطريقة حتى اكملت كل هم القطع اللي عندي اذا بنسبة الحشورة غير شوية ديالزبيب وشوية الشوكولاو سبارك الله رها كيبان يعني كي كي يجو عمرين وزويني من الداخل صافي اذا هنا بقيت معاكم حاولت ما امكان نوريكم الطرق بالتفصيل ان شاء الله باش ننجح معاكم حسين المبتدئات اللي عمرهم يعني ما جربوا هاد الشناك ولا البريوش يعني بالاشكال ديالو في البيت ديالهم اذا صافي كرطبهم بحالة كده في الطاوة وكنحطا كيف قلت لكم فوق الفرن وكنخليهم يطلعوا المرة الثانية غطيهم الافضل تغطي وهكذا واحد سريبيتا حد زويف واحد المين ديال نضيف وكنغطيهم اذا وخيبقوا متباعدين راهم كيزيدوا خمرو كيتلاسقو إلا بغيتهم من فاصلين يعني كل واحدة بوحدة غالي ندلوا واحدة طوالي هي كبر وسبعدهم على بعضياتهم لأنهم كي خمرو هانتم ما كتشوفوا هاوما تزاد الحجم ديالهم وتلاسقو انا هكذا بغيتهم يجيوا به هكذا بحال الشهده ملاسقين شي شوية اذا بشي يعني ما نضيعش حتى الوقت عواض ما ندرجوش طاوات فوحدة كافية انني نجمع فيها كل شي وغيتش كليالهم في الاخرة كيجيزوين ومميز اذا انتم ما كتشوفوا انا دهنتهم بصفار البيض ودخلتهم الفرن ووسخون من تحت ومن الفوق كنخلي عليهم النار فقط من الاسفل حتى كيتحمرو عاد كنت في من الاسفل وكنشعل من الفوق بسرعة كبيرة كيطيبو ما كيكلفوش وقت كيتحمرو كيجيوا بحال هكذا غزالين شهوة منهم انا قطعوا معكم هما السخان فشوفوا معي العجينة كيجي طريية خفيفة زوينة 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 بزاف كيجيو خفاف حل الريشة والداد من السمين من الداخل بهذاك المضاق ديال بورتوقال ما تشبعوش منه والاشكال عدنا مختلفة كيف شفتو يعني بزبيب شكلات شكلات يعني را كيجي دايب فيهم كيجيو عامرين انا غادي نحل معكم تشوفوا كيجيو شهوة منهم لداد وزوينين بزاف بزاف اذا هذا هو الشكل النهائي ديالهم كيجيو بحال هكذا محمرين زوينين والاهم من ذلك انهم اقتصاديين وساهلين مالين يعني كيحمروا الوجه قدم ضيافكم قدم ولداتكم برعو غير ريوثكم لا ضياف اذا هذا هو فيديو اليوم نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم ويعني نودعو الحاجة ديال الزنقاء ونعوضوهم بما هو صحي واقتصادي وعافينوش نديرين فيه في البيت ديالنا كذلك هادوك ينفعوني بزاف القوتي يعني الوليدات يعني حاجة اللي هي زوينة ومجدينة عميتينة في البيت الى عجبكم فيديو ما تنسوش كيف لحده الدعم والقناة تخليونا الاعجاب ديالكم وتبرتجوا الفيديو مع اصدقائكم وحبابكم باش تعمل فائدة باذن الله خليتكم في امان الله شكرا جزيلا على وفائكم وعلى حسن المتابعة الى اللقاء في فيديو قادم